الاهلي فاينال شفت الاهل ازاي وصعوده قدام مازينبي كانت حالته كويسة قدام مازينبي في المباراة اه يعني اول عشرة ده اللعبه اداء كويس اول عشرة ده روبع ساعة اداء كويس اول عشرة ده روبع ساعة اداء كويس او يتا هيعود 3 ا 4 تجوال اللعبه كلها كانت مركزة طبعا الفريق الثاني بدأ يقع ويعمل نفسه مصاوط بس انا في حاجة كريمة عايزة اقولها أنا في لعيبة وشوشها كانت مش عجباني عادينا على الدكة حلوة دي يعني كانت الوشوش بتاعتهم مش عجباني كانت الكاميرا بتيجي عليهم أنا ما كنت مش مبسول زي مين مش عايزة أقول لأسامي لا لا عادي الدكة معروفة كهرباء مثلا آه هنقول لأسامي يعني آه لأ عشان تنصحهم كمان يعني حسن الشحات كهرباء آآ ممكن كان أفشة برضو بس أنا ما شفتوه الصراعي يعني بس كانت الوشوش مش يعني مش مرتاحة لهم عريف آآ زعلان آآ هقول لك الدنيا تغيرت مع النادي الأهلي في إيه يعني الشوت الأولى الكرة ممكن شرادة هتخش جول الشوت الثاني تغيرت الموضوع دوت أول ما دخل الكرة فينا جول في النادي الأهلي دخل في جول وأكرم طوفيق تطلع الكرة من الجول أنا حسيت اللعبة اللي عددك قالت لا يعني خلاص لا لا ما تفكرش كله احنا ما يفكرش في نفسه فكر في الفريق إن إحنا هنطلع من البطولة فلاقيت الدنيا تغيرت حتى اللي جوان اللي إحنا جبناها تحس توقتاتها غريبة كده تحس إن الكرة عايزة تديه لك صح فبوسى كريم أنا الحمد لله رب عميل لعبة كورة أفهم في شوش اللعبة كويس قوي أعرف مين زعلان ومين زعلان من زعلان لأن أنا مريت بكل المواقف دي أنا خانيت مع مدرب وزعلت وعدت احتياطه ولعبت أساسي وعملت مشوار طويل وكده وزعلت وانت خارج من الملعب خارج وانا داخل وحاجات كتيرة جدا لما نيتي كانت بتبقى كويسة وصافية ربنا بيوسع للطريق ألاقي حد تصاب حد حصل له حاجة حد كان عايز يأذيني ربنا بيكرمني فأنا دي نصيحة للعيبة كلها أصدقني دي نصيحة لكل العيب خلي النية تبقى كويسة هتلاقي الدنيا مش هتلاقي نفسك بتشارك بعد كده طب أقول لك عمقل بسبب النية دي احنا كنا بنلعب النجم السحلي النهائي فاكل ماتش النهائي للبركات وإحنا هناك في النجم السحلي كان لنا ضرب الجزاء وكده ما نقول جزي ما كانش عايز يلعبني وكان مدأي مني حتى وإحنا في التمارين جئ طب طب عليه قال لي انا هدخلك الماتش ده وقت عشان انت بتتمرن كويس فأنا تخنيتي معاه ولتوا انت عايز مني إيه انت عايزني ألا أتمرن ولا ما أتمرنش انت بتعملني لي كده وإحنا راحين للنجم السحلي حتى أنا عادت كنت مدأي حتى عادت أخش على اللعيبة يعني كنت في اللعيبة يعني كنت أخش جامد وكده هو لغى التمارين يعني فهو إحنا هناك قال لي أنا بابني الشوتين يعني هو كان ساعد بقسم الماتش وييجي فجي قال لي خلي بالك أنا عايزك تركز عشان أنا ممكن الشوت التاني ألعبك وإحنا هناك بنلعب الماتش ففوس الماتش كده فهو إيه شافني قاعد بشكل وحش وأنا كنت مركز إن إنت قلت لي معلومة وأنا مركز ومش عارفة إيه خلص الماتش ما نزلنيش أنا استعجبت قلت لي ده هو إيه اللي ما بين الشوتين أنا هنزل أخليك تسخن و هتنزل جي لأنزلنا القاهرة راح جاء لقيته مرة واحدة جاب سيرته قال لك حسن مصطفى مش خايف على الفرقة ومش مركز وعشان كده ما نزلتوش وأنا قلت ومش عارفة إيه كذا وكذا ودي روح مش حلوة قلت له أنا ما كنتش مركز فروح تبقى قلت له أنا معاك أنا على فكرة أنا معاك كل اللي أنت بتقوله ده تمام بس أنا لو أنا خسرت بتوت أفريقيا هخسر بطولة هخسر ماداليا هخسر مكافئات هخسر حاجات كتيرة أنت ليه دخلت جواي وحسيت إن أنا كده فراح بعدها راح بصوص لي كده واخدنا على جانب بقال لي طب أنا آسفهم علشان والله والله اتأسف لقال لي أنا شفت شكلك كده أنت كانت نيتك مش عارفة قلت له ما تخشش جواي أنا كنت مركز جدا لأن أنت قلت لي أنا ما بين الشوطين أنا هنزلها فأنا كنت مركز قوي حتى لما بركات راح لكرة ورأس واحد والبلانتي كان لدينا بلانتي هناك طبعا فما مرضىش الحكام كنت حاسس أنهم عايزين نيدهم نجمل سحيل البطولة دي فهو سبا خير فهو دا الموقف للنواية يعني صحيح ترجمة نانسي قنقر